بيبدأ المسلسل في الماضي بمجموعة ناس من الطبقة الارستقراطية وبيكونوا متجمعين سوا في حفلة ايد ميلاد وبيسمعوا في الاخبار ان هيحصل حرب نووية قريب والحرب دي هتدمر امريكا كلها وبيعرفوا كمان ان رئيس امريكا اختفى في ظروف غمضة من كام يوم والاحوال في امريكا ما اطمنش خالص لكن محدش من الناس دي بيهتم بالاخبار اللي بيسمعوها وبيكملوا في حفلتهم بشكل طبيعي وفي الحفلة بيكون موجود راجل اسمه كوبر وبيكون مع بنته الصغيرة في الحفلة علشان يقدم عروض طرفهية للناس وفي نص الحفلة بيلاحظ كوبر ان بنته وقفة مصدومة فبيسألها ايه اللي حصل فبيتشاور له بنته نحية المدينة وبيتفاجئ كوبر لما بيشوف المدينة بتتدمر بالكامل نتيجة حدوث انفجار نووي وفي خلال لحظات الانفجار بيوصل للحفلة وبيبدأ يدمر في كل حاجة وبسرعة كل الضيوف يهربوا من الحفلة وفي منهم اللي بينزلي استخبه في ملاجئ تحت الارض وفي منهم اللي معندوش مخابق فبيطلعوا يجروا في الشارع وبعد مرور متين وتسعتاشر سنة بنتعرف على بنت اسمها لوسي وبنعرف ان لوسي عيشته لحياتها في مغبأ تحت الارض واسم المغبأ ده هو تلاتة وتلاتين وبنعرف ان الناس صنعوا المخابق دي علشان يعيشوا فيها بشكل طبيعي لان الارض بقت غير صالحة للمعيشة بعد حدوث الانفجار النووي وبنعرف كمان ان لوسي متعددة المواهب وتقريبا بتعرف تعمل كل حاجة مع هذا القتال وفي يوم بتعمل لوسي اجتماع مع اعضاء المغبأ وبتقترح عليهم ان هي تتجاوز شاب من المغبأ اتنين وتلاتين علشان يحسنوا العلاقات بين المخابق فاعضاء المغبأ بيوافقوا على الاقتراح ده وبعد ايام بنشوف لوسي وهي لابسة فستان الفرح وبتروح مع اصحاب المغبأ رقم تلاتة وتلاتين علشان يستقبلوا العريس اللي جاي من المغبأ اتنين وتلاتين وبتلاحظ لوسي ان شيك ابن عمها زعلان ان هي هتتجوز فبيعترف لها شيك ان هو بيحبها من زمان وكان نفسه هو اللي يتجوزها فبتقول له لوسي ان هي كمان كانت معجبة بي وهم اطفال لكنهم ما ينفعش يتجوزوا لان جواز القرائب ممنوع دوليا فبعدها بيفتح شيك باب المغبأ وبيدخل عليهم سكان المغبأ رقم اتنين وتلاتين بقيادة زعمتهم من اللي اسمها ليمو وبعدها بيدخل عريس لوسي اللي اسمه مونتي وبتنبهر لوسي لما بتشوفه لان هو شاب واسيم وفي الفرح بتلاحظ لوسي ان جوزها بيأكل بشكل غريب وكأنه مكلش بقاله مدة ودي حاجة غريبة لان اهالي المخابق معروف عنهم ان هم عايشين حياة كويسة وانهم مش بيعانوا من اي ازمات وبعد انتهاء الفرح بتروح لوسي مع مونتي على قضتهم وبيتكون دي اول ليلة ليهم سوا وفي نفس الوقت بيروح نور مع ان اخو لوسي يستكشف المغبأ رقم اتنين وتلاتين وبيتفاجئ ان هو مدمر تماما وغير صالح للمعيشة وبيتفاجئ كمان ان زعيم المغبأ مقتول وده معناه ان ليهم مش هي زعيمة المغبأ الحقيقية وبيتضحنا ان ليهم والناس اللي معها من سكان السطحة اللي تسللوا للمخابق علشان ينتقموا من اصحاب المخابق ويده لان اصحاب المخابق عايشين حياة مستقرة وسعيدة طول حياتهم على عكس السكان السطحة اللي بيعانوا طول حياتهم وده لان سطح الارض بقى غير صالح للمعيشة وفي نفس الوقت بتسمع لوسي صدوشة وتكسير برا الاوضة وبتعرف ان جزها واحد من سكان سطح الارض فبتيجي معليه وبيحصل بينهم اشتباك عنيف وبتقدر لوسي ان هي توقعه على الارض وبسرعة بتهرب برا الاوضة وبتتفاجئ ان سكان السطحة هجموا على عدد كبير من سكان المغبأ بتاعها وقتلوهم وبعدها ليهم وبتعرض على ابو لوسي اختيارين واول واحد فيهم ان هي تاخد بنته للسطحة في مقابل ان هي ترحم بقى سكان المغبأ وتسيب البقين يعيشوا او انها تقتل كل سكان المغبأ وفي المقابل هتسيب بنته في حالها فهنا ابو لوسي بتجيله فكرة وبيصحب بنته وبيحبصها في قوضة وبيقرر ان هو يضحب نفسه فبسرعة ليهم بتخطف والد لوسي وبتهرب به لسطح الارض وبعد ساعات بتعمل لوسي اجتماع مع اصحاب المغبأ اللي ناجوا وبتقولهم ان هي عاوزة مساعدتهم علشان تطلع لسطح الارض وتدور على ابوها لكن فكرتها بتترفض لان السطح خطير جدا فهنا لوسي بيجي لها فكرة تانية وبتستعين باخوها وابن عمها علشان يفتحوا لها باب المغبأ من غير ما حد يعرف وتخرج هي للسطح الاول مرة في حياتها ولما بتخرج بتنصدم لوسي من اللي هي شايفاء قدامها لان سطح الارض بقى غير صالح للمعيشة تماما وبتكون مش فهم ازاي في ناس قدروا انهم ينجوا في الظروف دي وفي مكان تاني على سطح الارض بنتعرف على شاب اسمه ماكسيموس وبنعرف انه عضو في جماعة اسمها جماعة الاخوية والجماعة دي هدفها محاربة الاشرار وبيحاولوا انهم يرجعوا القانون والنظام للعالم من تاني وبيكون معروف عن ماكسيموس انه هو منبوس جدا على عكس بقى زميله في الاخوية وفي يوم بيعرف ماكسيموس ان صديقه داني هيترقى وهيطلع لمهمة خطيرة بر معسكر الاخوية وبيكون ماكسيموس زعلان جدا لانه كان يستحق هو الترقية دي بداله لكن بعد ساعات بيتصاب داني في رجله بشكل مفاجئ وبالشكل ده مش هيقدر يطلع للمهمة وبعدها قائد الاخوية بيستدعي ماكسيموس وبيسأله لو هو اللي تسبب في اصابة صاحبه فبيحلف له ماكسيموس انه هو مالوش علاقة بالموضوع ده وبيعترف له انه كان بيتمنى فعلا الترقية دي من زمان وكان بيحقد على صاحبه لانه هو اخد الترقية مع انه هو ما يستحقهاش لكن بالرغم من كده عمره ما فكر يئزيه فهنا القائد بتاعه بيفجأ انه هو هيطلعه المهمة بدل صاحبه فبيروح ماكسيموس يقول لداني انه هو هيطلع المهمة بداله وبيفهمه انه هو عمره ما فكر يئزيه قبل كده وبيطلب منه ما يصدقش اي حاجة من اللي هو بيسمعها عنه فبيقوله داني انه هو مصدقه وبيتمنى له التوفيق في مهمته الاولى وبعدها القائد بيعمل اجتماع مع ماكسيموس وباقي جماعة الاخوية وبيقولهم انه هدفهم في المهمة هو الابض على شخص اسم الدكتور ويل لان الشخص ده ممكن ييتسبب في تدمرهم كلهم وبيديهم صورة للدكتور ويل علشان يعرفوا شكله وبعدها بيركب ماكسيموس الطيارة مع واحد من جماعة الاخوية اسمه شون وبنلاحظ ان شون لابس درع شكله غريب وبنعرف ان الدرع ده اسمه درع الفارس والشخص اللي بيلبسه بيكتسب قوة ومهارات جبارة ده غير ان اللي بيلبس درع الفارس بيكون لامتيازات خاصة وبيطمح ماكسيموس ان هو يترقى علشان يلبس درع الفارس وبالليل بنشوف مجموعة من سكان السطح وهما بيتكلموا مع شخص مشوه اسمه الغول وبنعرف ان الغول ده هو نفسه كوبر اللي كان موجود من 219 سنة لكنه غير اسمه للغول وبطريقة ما قدر ان هو ينجو من الانفجار النووي وعايش بقاله اكتر من 219 سنة وفي اليوم اللي بعده بنشوف الدكتور ويل في المعمل اللي هو شغال فيه وبنعرف ان هو شغال على اختراع مصل معين وبنشوف الدكتور ويل وهو بيحقل نفسه بمادة معينة وبالصدفة بيدخل عليه واحد من العلماء وبيشوفه هو بيحقل نفسه فالعالم ده بيدرب جرس الانذار وبيحاول ان هو يخلص على الدكتور لكن وقتها بيظهر الكلب بتاع الدكتور واللي اسمه اكس وبيدفع اكس عن الدكتور ويل وبعدها الدكتور بيهرب بسرعة مع الكلب بتاعه وبيكون واضح ان الكلب اكس مختلف عن باقي الكلاب اللي موجودة في العالم لان هو قوي وبيتمتع بمهارات غريبة وعلى الجانب الاخر بنشوف ان الويس لسه بتدور على ابوها في كل مكان على سطح الارض لكنها ما بتقدرش تلاقيه فبالليل بتروح تنام لوحدها في مكان مهجور وبتولع نار علشان تدفع وبالصدفة بتلاقي الدكتور ووصل عندها واللي اول ما بيشوفها بيعرف ان هي من سكان المخابق فبيحذرها وبيقول لها ان السطحة خطير جدا وان هي لازم ترجع للمخابق في اسرع وقت ممكن وبيقول لها كمان ان النار بتجذب الحيوانات المفترسة وبيطلب منها تدفع النار قبل ما تنام وبعدها بيسيبها وبيمشي وبتكون لوسي مستغربة جدا من كلامه وما بتحطش موضوع النار في دماغها وبتكمل النوم وفي اليوم اللي بعده بيوصل ماكسيموس مع شون قدام كهف شكله غريب والمفروض ان الاحداثيات حددت ان الدكتور موجود في الكهف ده لكنهم مش بيلقوه فبيدخلوا واستكشفوا الكهف ووقتها بيظهر من وراهم دب متحول نتيجة الانفجار النووي وبيهجم على شون وبيصيبوا بشكل بالغ فبسرعة ماكسيموس بيتدخل وبيخلص على الدب المتحول ده وبعدها بيفضل شون يشتم في ماكسيموس لان هو ضعيف في القتال وبسببه كان ممكن يموت وبيفضل يسخر منه وبيقوله ان هو عمره ما هيترقى طول ما هو غبي بالشكل ده وبيأمره يجيب له شنطة الاسعافات الاولية علشان يعالج جرحه فهنا ماكسيموس بيتعصب جدا وبيرفض يجيب له شنطة الاسعافات وطبعا شون بيموت من شدة النزيف وبعدها ماكسيموس بياخد منه درع الفارس وبيلبسه وبيمشي وفي الوقت ده بتقابل لوسي واحد من سكان السطح فبتسأله عن الاماكن اللي بيتجمع فيها سكان السطح فبيشور لها الراجل ده على مدينة اسمها فيلي وبيقولها ان غالبية السكان عايشين في المدينة دي لكنه بيحذرها وبيقولها ان المدينة دي خطيرة واللي بيدخلها ما بيخرجش منها حي تاني وبيقترح عليها ان هي تتجوزه وتعيش معه في فيته لكن لوسي بترفض عرضه بادب وبتمشي وبعد دقايق بتوصل لوسي لمدينة فيلي وبتتفاجئ ان سكان المدينة عايشين حياة قصية جدا لدرجة ان هم بيكلوا لحم الكلاب لان مافيش مصدر تاني للغذاء وبعدها بتوصل لوسي المحل وبتدخل تسأل صاحبة المحل اللي اسمها جين لو تعرف ست اسمها لييمو فصاحبة المحل بتتخض من سؤالها وبتطلب منها تمشي من هنا قبل ما تتأذي فبتخرج لوسي من المحل وهي متضايقة وبالصدفة بتقابل الدكتور ويل قدامها وبيفضل يوبكها لان هي لسه ما رجعتش للمغبة وبتلاحظ لوسي ان هو يعرف معلومات كتير عنها فبتسأله وعارف المعلومات دي منين لكنه ما بيلحقش يجاوب لان وقتها الغول بيظهر وبيطلب من الدكتور ويل ان هو يروح معا بالزوق بدل ما يأذيه لكن جين بتخرج برا المحل بتاعه وبتدفع عن الدكتور ويل وبتقول للغول ان الدكتور في حمايتها وما حدش هيقدر يأذيه فالغول بيتعصب وبيضرب رصاص على رجل الدكتور وبيقطعها ووقتها كل سكان المدينة بيستخدموا اسلحتهم وبيحاول يخلصوا على الغول لكنهم ما بيقدروش لان هو بيمتلك قوة جبارة وبيقدر يخلص عليهم بسهولة وفي الوقت ده اللوسي بتدخل في الحوار وبتطلب من الغول ان هو يستسلم لان هو مالوش الحق في ان هو يأذي الناس بالشكل ده لكنه بيستهزئ بكلامها وبيطلب منها تيمشي علشان ما ييزهاش فبتدرب لوسي مخدر على الغول ولكن المخدر ما بيأثرش فيه وبيستعد علشان يقتيلها ولكن لحسن الحظ ان ماكسيموس بيظهر في اللحظة دي وبيكون لابس درع الفارس وبيحمي لوسي وبعدها بيشتبك مع الغول فبسرعة بتدخل لوسي تستخبى في المحل مع الدكتور وجين وبتبدأ الجين ان هي تعالج إصابة الدكتور ويل وبتركب له رجل صناعية علشان يقدر يتحرك وبعدها بتعترف جيل للوسي ان هي تعرف مكان ليمو وبتقول لها ان المفروض الدكتور ويل كان رايح يقابلها النهاردة وبتقول لوسي ان هي هتقول لها على مكانها ولكن على شرط وهو انها تساعد الدكتور ويل علشان يوصل لليمو فبتضطر لوسي ان هي توافق وفي طريقهم لليمو بيحس الدكتور ويل بتعب شديد وما بيقدرش يكمل ماشي فبيشرب سم علشان يموت بشكل اسرع وبيطلب من لوسي ان هي تقطع راسه بعد ما يموت وتسلمها الليمو لان راسه هتكون هي السبب في تغيير المستقبل وفي خلال لحظات بيموت الدكتور فبتضطر لوسي ان هي تنفذ وسيطه وبتقطع راسه علشان تسلمها الليمو وفي نفس الوقت بنشوف القول وهو بيعالج إصابة الكلب اكس وبيقرر ان هو يستعين بحسة الشم بتاعت الكلب علشان يساعده في الوصول لما كان الدكتور ويل وبيكون واضح ان الدكتور مهم جدا عند ناس كتير للسبب لسه مش واضح وبنرجع للماضي وبنشوف الغول قبل ما يتحول لوحش وبتكون حياته مثالية تماما قبل حدوث انفجار القنبلة النووية لان هو كان في الفترة دي بيشتغل ممثل مشهور وكان بيعمل اعلانات كتير وكان عايش حياة سعيدة مع امراته وبنته وبنرجع لوقتنا الحاضر تاني وبنشوف ان الكلب اكس قدر يوصل الغول للمكان اللي جسم الدكتور موجود فيه لكنهم ما بيلقوش راسه فالغول بيتضايق جدا لان هو محتاج راسه وبيشك انه لوسي هي اللي قطعت راسه اخدتها فبيستعين بالكلب تاني علشان يتطبعه راحة لوسي وفي الوقت ده بنشوف لوسي هي في طريقها الليمو علشان تسلمها الراس مقابل حرية ابوها وفي مكان تاني بيكون ماكسيموس بيحاول يصلح درع الفارس لان هو عطل بعض المعركة اللي ضرب بينه وبن الغول وبيشوف محل خردة فبيروح يشتري منه قطع غير للدرع ولما بيرجع للدرع تاني بيتفاجئ لما بيشوف مجموعة من قطع الطرق وبيكونوا بيلعبوا في الدرع وبيحاولوا يشغلوه فماكسيموس بيزعق لهم وبيأمرهم يبعدوا عن الدرع لكنهم طبعا ما بيسمعوش كلامه وبيهاجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه بشكل عنيف لحد ما بيخلوه يفقد قويته لكن ماكسيموس ما بيستسلمش وبيقوم من على الارض تاني وبيستعمل الاسلحة بتاعته وبيبدأ يضرب فيهم لكنهم بيتكاتروا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه بشكل عنيف لحد ما درع الفارس بيشتغل بشكل تلقائي وبيفجر دماغ واحد من قطع الطرق وطبعا الباقي بيخافه وبيهربوا بسرعة قبل ما يموتوا زيه وبعدها بلحظات بيتفاجئ ماكسيموس بأصول واحد من جنوده الأخوية عنده وده علشان يساعدوا في المهمة بتاعته وطبعا ما حدش من الأخوية بيكون عارف ان ماكسيموس قتل شون وسرق الدرع بتاعه فبسرعة بيروح ماكسيموس يلبس الدرع وبيتظهروا قدام الجند ان هو يبقى شون فالجند بيركع قدامه وبيقوله ان هو موجود هنا علشان يخدمه وبيطلب منه يؤمر بأي حاجة وهو هينفز كل طلباته وبيكون ماكسيموس سعيد جدا من اللي بيحصل ده لان دي اول مرة حد يحترمه بالشكل ده في حياته وده لان رتب الدرع الفارس تعتبر من اقوى واهم الرتب في الأخوية وفي الوقت ده اللوسي بتكون مكملة في طريقها الليمو لحد ما فجأة بيظهر قدامها وحش بحري وبيسرق منها رأس الدكتور وبعدها بينطف المية ومن سوق الحظ ان الغول بيوصل عندها في اللحظة دي وبيأمرها تسلمه رأس الدكتور فبتقول له لوسي ان في وحش بحر يسرق منها الراس وفي الوقت ده في المغبأ بيكون نورمان وشكت عقبه لانهم ساعدوا لوسي على الهروب من المغبأ لكنهم ما بيكونوش ندمانين على مساعدتها وفي نفس الوقت بنشوف ماكسيموس وهو بيستغل الجند اللي معاه وبيخليه يخدمه وينفز له كل طلباته وبيكون واضح ان ماكسيموس سعيد وهو شايفه بيتهن قدامه وده لان الجند ده كان بيتنمر عليه كتير لما كانوا في معسكر الأخوية وفي الأثناء دي بيقرر الغول ان هو يستخدم لوسي كطعم علشان يجزب انتباه الوحش البحري فبيربط لوسي بالحبال وبينزلها في المية علشان الوحش يشم رحتها ويظهر وبتقول لوسي مرعوبة جدا وبتقوله ان يتعذيب البشر محرم دوليا وبتقوله ان هو هيتخسب على اللي هو بيعمله فيها فبيستهزأ الغول بكلامها وبيقولها ان الحياة على سطح الأرض مختلف عن المخابق لان ما بقاش فيه قوانين تتحكم فيهم وبالتالي كل اللي عايشين على سطح الأرض بيتصرفوا بحريتهم من غير ما يخافوا من العواقب لان في النهاية ما فيش حد هيحسبهم على أفعالهم وبعد دقايق خطة الغول بتنجح والوحش بيخرج من المية وبيحاول يهجم على لوسي فبتخاف جدا وغزب عنها بتزقه وبترجعه للمية تاني فهنا الغول بيتعصب وبيقرر ان هو ياخد لوسي رهينة معه لحد ما يوصل لرأس الدكتور وبعدها بشوية بيقدر ماكسيموس يحدد مكان رأس الدكتور من خلال الأحداثيات اللي معاه فبسرعة بيتحرك على هناك مع الجند اللي معاه وبيتفاجئ ان الأحداثيات أخدتهم لمكان الوحش البحري وفجأة بيهجم على ماكسيموس وبيحاول يقتله ولكن الجند بيتدخل في اللحظة المناسبة وبيدفع عنه وبيقدروا هما الاتنين يهزموا الوحش واول ما الوحش بيموت بيرجع كل اللي في بطنه وبيخرج من بطنه رأس الدكتور وطبع لما ماكسيموس والجندي بيشوفوا رأس الدكتور بيفراحوا لأنهم كده نجحوا في المهمة ونجاحهم في المهمة دي هتخليهم يترقوا المنصب أعلى وفي الأثناء دي بنشوف لوسي ماشية في الصحرة مع الغول وبتكون تعبنة جدا ومش عارفة هي رايحة على فين فبتستأذنه ان هو يديها شوية مية من المعال لأن هي هتموت من العطش لكن الغول بيرفض يديها مية وبيفضل يشرب قدامها علشان يغزها فبتبص لوسي على وشه المشوه وبتسأله إيه اللي حصله فبيقول لها ان هو تعرض لكمية كبيرة من الإشعاع النووي وهي اللي أثرت عليه بالشكل ده وشوهته لكنها كمان اديته القوة وبقى محصن ضد الموت وأثناء ما بيكونوا ماشيين في الصحرة بيشوفوا أعلان قديم كان الغول هو اللي مصوره زمان فالغول بيتعصب لما بيشوف الأعلان وبيضرب نار على الأعلان وبيدمره وبعد ساعات طويلة من المشي بتوصل لوسي مع الغول لبيت شخص اسمه روبر تضح هنا ان الإشعاع النووي يأثر على ناس كتيرة وحاولهم لكائنات زمبي وبيكون روبر سعيد جدا بزيارة الغول وبيحكي له ان هو لسه شارب آخر علبة مصل وبيطلب منه يساعده ويجيب له مصل جديد لان هو لو ما خدوش هيتحول لزمبي أكل لحوم البشر وبنفهم هنا ان الاشخاص اللي زي الغول وروبر بيتعطوا مصل معين علشان ما يتحولوش لزمبي بشكل كامل ولكن فجأة الغول بيمسك سلاحه وبيخلص على الروبر وبعدها بيشوق بطنه وبيأكلها بكل وحشية وده لان بواق المصل لسه موجودة في بطن روبر وبتكون لوسي مصدومة من اللي هي شايفاه وبتفضل تزعقله وبتقوله ان هو إنسان مريض وأناني فالغول بيقرب منها بكل هدوء وبيأمرها تمسك السكينة وتقطع له من بطن روبر لان هو جعان فبتضطر لوسي ان هي توافق علشان ما يقتلهاش وبعد شوية بيخرجه هما الاتنين من البيت وفي نص الطريق بيحس الغول بتعب شديد لان هو ما أخدش المصل من مدة طويلة فبتستغل لوسي ان هو مشغوله وبتطلع تجري بسرعة ولكن لسوق الحظ ان الغول بيحدف عليها حبل وبيسحبها بيه فلوسي بتتعصب جدا وبتقطع لصابعه فبيقطع لها هو كمان صابعها وفي الوقت ده في المغبأ بنشوف انهم بيعملوا انتخابات جديدة علشان يحددوا الرئيس المناسب للمغبأ وده لان والد لوسي المخطوف كان هو الرئيس وفي نفس اليوم بيكتشف نورمان ان في حاجة مش طبيعية حصلت في المغبأ اتنين وتلاتين فبيروح نورمان يسأل واحد من سكان السطح المحتجزين عندهم فالراجل بيقوله ان المغبأ كان في حالة فوضى قبل ما يدخلوه فبيروح نورمان يفحص المغبأ وبيكتشف ان سكان المغبأ اتنين وتلاتين ماتوا كلهم من سنتين لسبب مجهول وده معناه ان سكان السطح ما لهمش اي دخل بموتهم وبيلاحظ نورمان من شكل الجسس اللي حوالين وسكان المغبأ اتنين وتلاتين قتلوا بعض وكمان بيلايرسالها مكتوبة على الحيطة بانهم عارفين حقيقة اللي حصل وفي الوقت ده بتوصل لوسي مع الغول قدام عيادة طبية وبيأمرها الغول ان هي تدخل جوه العيادة لانه محتاج الماصل وبيتضح هنا ان الغول ناوي يضحب لوسي علشان يشتري الماصل وده لانه لو ما خدش الماصل هيتحول لزومبي بشكل كامل ولما لوسي بتدخل للعيادة الطبية بتتفاجئ بالروبوت قدامها وبيطلب منها تروح معه للعيادة علشان يعالج لها الصباح المقطوع وبيجيبوا الروبوت صباح جديد وبيحطوا ليها بدل صباحها اللي تقطع فلوسي بتفرح جدا وبتفضل تشكره كتير وبتقوله ان هي كانت فهمة انهم هيعزبوها فبيقولها الروبوت انهم فعلا هيستراقوا عداء جسمها وفجأة بيحقنها بمخدر وبيغم عليها ولما لوسي بتفوق بتلاقي نفسها في قضة عمليات وبيكون الروبوت بيجهز اسلحته علشان يبدأ في تقطيع جسمها لكنها بتهجي معليه وبتوقف تشغيله وبعدها بتعيد تشغيله من تاني وبتقدر تخليه خاضع ليها وبعدها بتخرج لوسي من قضة العمليات مع الروبوت وبتلاقي اصحاب العيادة محتجزين عدد كبير من الاسر علشان يسراقوا عداءهم فبتهددهم لوسي ان هي هتخلي الروبوت يخلص عليهم كلهم لو ما حرروش الاسر فبيضطر اصحاب العيادة انهم يسمعوا كلامها ويحرروا الاسر وبتلاحظ لوسي انهم محتجزين كائنات الزومبي فبتأمرهم بيطلق صراحهم فاصحاب العيادة بيقولوا ان دي فكرة سيئة جدا لكن لوسي بتكون مصوممة على موقفها واول ما الزومبي بيخرجوا من الحبس بيهجموا على اصحاب العيادة وبيحاولوا يقتلوهم لكن اصحاب العيادة بيقدروا يخلصوا عليهم كلهم فهنا لوسي بتستوعب انهم اتحولوا لزومبي بشكل كامل وبتشوف لوسي زومبي بتقرب عليها وبتحس لوسي ان الست دي لسه متحولتش بشكل كامل فبتطلب منها ما تستسلمش للشر اللي جواها لان هي هتقدر تساعدها لكن فجأة الست بتهجم عليها علشان تكلها فبسرعة لوسي بتمسك سلاحها وبتخلف عليها وبتكون لوسي زعلانة جدا ان هي قتلتها لانها ضد قتل الناس وبعدها بتخرج لوسي من العيادة وبتلاقي الغول واقع على الارض وشبهه فقد للوعي فبترميله المصل اللي هو عاوزه وبتقوله ان هي كانت ممكن تسيبه يتحول لزومبي لكنها هتدي فرصة تانية علشان يحاول يصلح من نفسه وبعدها بتسيبه وبتمشي وبعد شوية بيدخل الغول للعيادة وبيلاقي عدد كبير من الامصال فبياخدهم كلهم وبيكون سعيد جدا وفرحان وبعدها الغول بيشغل التلفزيون وبيشوف فيديو لنفسه قبل ما يتحول للغول وبيكون حزين جدا على ما حصله وبالليل بنشوف ماكسيموس والجندي قاعدين بيحتفلوا سواء لانهم نجحوا في المهمة وبيقول الجندي الماكسيموس ان هو متحمس جدا للترقية اللي هياخدوها بعد ما رئيسهم يعرف انهم نجحوا في المهمة وجابوا راس الدكتور فهنا ماكسيموس بيقرر يعترف له بهوياته الحقيقية وبيقوله ان هو سرق درع الفارس من شون وطبعا لما الجندي بيسمع الكلام ده بينصدم جدا وبيقول لماكسيموس ان هو لازم يتعدم لان هو خان جماعة الاخوية وبيهجم عليه علشان يقتله لكن ماكسيموس بيصيبه في رجله وبيفضل مستخبي جوا درع الفارس فالجندي بيتجيله فكرة وبيوقف تشغيل درع الفارس وبيخلي ماكسيموس محبوس جواه وبعدها الجندي بياخد راس الدكتور وبيهرب بسرعة من المكان وطبعا بيكون ماكسيموس مرعوب جدا لانه مش قادر يخرج بره درع الفارس وبعد سهب نشوف ان ماكسيموس لسه محبوس جوا الدرع وبيفضل ينادي على اي حد علشان يساعده وبالصدفة بتكون لوسي معدية من جانبه فبسرعة بتفتح الوش الحديد للدرع علشان يقدر يتنفس ولكن فجأة بتحسه لوسي باعياء شديد وادلع ان هي استنشقت نسبة كبيرة من الاشعاع اللي موجود في المدينة فماكسيموس بيعرض عليها ان هي تحرره من الدرع وفي المقابل هيديها الدواء اللي هيساعدها على طرد الاشعاع من جسمها فبتقوله لوسي ان هي ما بقتش بتصق في اي حد وخيفة ان هو يقتيلها لو حررته فبيفكرها ماكسيموس ان هو انقص حياتها قبل كده وبيقول لها ان هدفهم واحد وهم الاتنين وهو انهم يلاقوا راس الدكتور فهنا لوسي بيجي لها فكرة وبتعرض علي ان هي تساعده في ان هو يلاقي راس الدكتور علشان يسلمها للاخوية وفي المقابل ماكسيموس هيطلب من الاخوية انهم يرجعوا لها ابوها فبيوافق ماكسيموس على عرضها وفي الطريق بيتحكي له لوسي ان الحياة طلعت مختلفة تماما على سطح الارض وان هي كانت متوقعة ان هي لما تطلع للسطح هتلاقي الاوضاع تحسنت لكن اتضح العكس وبالصدفة بيشوفوا اتنين من قطاع الطرق قدامهم ومن سوى الحظ ان الاتنين دول من اكلي لحم البشر وفجأة الاتنين دول بيخرجوا اسلاحهم وبيحاولوا يخلصوا على لوسي وماكسيموس ولكن ماكسيموس بياخد رد فعل سريع وبيخلص عليهم وهو الاول لكنه مع الاسف بيتصفد ريعه فبسرعة لوسي بتاخدوا العيادة طبية وبتدخل هي الاول علشان تفحص المكان وبعد دقايق بيحس ماكسيموس ان في حاجة مش طبيعية بتحصل لانه ما بيكونش سمع اي صوت للوسي فبيدخل هو كمان للعيادة وبيفضل يدور عليها في كل مكان لكنه ما بيلاقيهاش لحد ما بالصدفة بيشوف اوضة قدامه فبيدخلها وفجأة الاوضة دي بتسحبه تحت الارض وبيغم عليه ولما بيفوق بيلاقي لوسي جنبه وبيكون واضح عليها ان هي سعيدة جدا فبيسألها هم فين فبتقول له لوسي انهم في اقام مكان في العالم لانهم موجودين حاليا في المغبأ اربعة وفي نفس الوقت بيكون نورمان وابن عمه بيفحصوا المغبأ رقم اتنين وتلاتين علشان يعرفوا حقيقة اللي حصل لسكان المغبأ ده وفي اليوم ده بيتم الاعلان عن نتيجة التصويت لرئيس المغبأ تلاتة وتلاتين وبيتم التصويت لوحدة ست اسمها بيتي وبنعرف ان هي كانت من سكان المغبأ واحد وتلاتين فبيستغرب نورمان من اللي حصل لان معظم الرؤساء اللي بيتم انتخابهم بيكونوا جايين من المغبأ رقم واحد وتلاتين وبيحس ان الموضوع مش مجرد صدفة وبعدها بيت بتعمل اجتماع لسكان المغبأ 33 وبتقولهم ان هي محتاجة تعاونهم لانهم لازم يعيدوا عمار المغبأ 32 في اسرع وق وبنرجع في لاش باكل الماضي وبنشوف الغول وهو بيعمل اعلان لأول مغبأ البشرية صنعته وبيقول في الاعلان ان الحرب النووية قربت جدا والحياة هتبقى مستحيلة على سطح الارض وبينصح كل المشاهدين انهم يشتروا بيوت في المخابق لان هي مجهزة بكل شيء وبيوريهم كمان السكان اللي عايشين في المخابق قد ايه هم مرتحين وعايشين حياة راقية وبعد ما بيخلص تصوير الاعلان بيروح لحفلة فيها اهم الشخصيات في امريكا وبيفضل يتكلم مع صاحبه عن الشيوعيين اللي اتطردوا من امريكا وبيقولوا ان الشيوعيين مش مسمح لهم انهم يعيشوا في المخابق لانهم منبوزين في المجتمع وبنرجع لوقتنا الحضر تاني وبنشوف مجموعة من قوات حفظ السلام وهم محصرين الغول وبيقولوله ان ما بقاش ليه مكان وسطهم وفجأة بيضربوا عليه حقنة مخدرة وبيفقد الوعي وفي الوقت ده بيكون الاطباء بيعالجوا ماكسيموس وبيقولوله ان هو لازم يفضل تحت المرقبة لمدة 24 ساعة على الاقل لان الرصاصة اللي دخل الجسمه كانت مسممة وبيكون ماكسيموس رافض يقعد في المخبأ لان هو وراه مهمة ولازم ينفزها لكن الاطباء بيرفضوا يخرجوه هو في الحالة دي وبعدها بتروح لوسي تشكر مساعدة رئيس المخبأ ان هي استضافتهم عندها وبتقول لها ان الحياة على سطح الارض بشعة جدا فمساعدة الرئيس بتقول لها ان هي تولدت على السطح وخاسة بمعاناتها لكنها كانت محظوظة ان اصحاب المخبأ وفقوا على استضافتها وسطهم وبعدها بتروح لوسي تقعد مع ماكسيموس على انفراد وبتقترح علي ان هما يقربوا من بعد ويعملوا علاقة فبيتخد ماكسيموس من جرائتها وبيقول لها ان هو عمره ما عمل علاقة مع بنتها قبل كده لان هو عايشته الحياة وسط رجالة وده غير ان هو ما يعرفش اي حاجة عن الثقافة الجنسية فبيتقول لوسي ان هي حاسة بمعاناته لان اول علاقة لها كانت مع جوزها اللي اتضح بعدها ان هو من سكان السطح فبيوافق ماكسيموس وبعد ما بيخلصه بيروحوا يتغدوا سوا وبيكون ماكسيموس مش متطمن لوجوده في المخبأ لانه بيكون شايف كل الناس عيدة وبتضحك وهو ما تعودش ان هو يشوف المناظر دي لما كان عايش على السطح فبيتقول له لوسي ان دا الطبيعي وبتطلب منه يحاول يستمتع بوقته هنا قبل ما يخرجوا للسطح وبعد شوية بتيجي مساعدة رئيس المخبأ تعرفهم على بنيامين رئيس المخبأ واللي بيلاحظ ان هو عنده عين واحدة في نص راسه وبيقول لهم الرئيس ان هو سعيد جدا باستدافتهم في المخبأ بتاعه وبيطلب منهم ما يقربوش ناحية المخبأ رقم 12 مهما حصل ولما بتبصوا لوسي حواليها بتلاقي ان كل سكان المخبأ مشوهين بشكل غريب فبيتحس ان في حاجة مش طبيعية في المخبأ دا وبنرجع للماضي وبنشوف الغول وهو بيتخانق مع امراته لان هي شغالة لصالح اصحاب المخابق وبيقول لها ان هو ما بيرتحش للناس دي وحاسس ان فيه وراهم سر خطير فبيتقول له امراته ان هي لازم تشتغل معهم لانهم هيدوها مخبأ ببلاش وبتفهمه ان نهاية العالم الرابط ولازم ياخدوا كل احتياطاتهم وتاني يوم بيعرف الغول من مراته ان رؤساء المخابق منعوا الكلاب من دخول المخابق فبيتعصب لان هو متعلق بالكلب بتاعه ومش هيقدر يسيبوا لوحده على سطح الارض فبيتقول له مراته ان الكلاب مش هتكون امين على البشر فبيقول لها الغول ان اصحاب المخابق بيفرضوا قوانينهم على البشر كأنهم عبيد عندهم فبيتقول له مراته انهم بيحاول يحافظوا على الحياة البشرية اللي هتنتهي قريب وبتطلب منه يبطل تركيزه على التفاهات ويعرف ان رؤساء المخابق بيحاولوا يحافظوا على حياة البشر مش اكتر وفي الوقت الحاضر بيتم استدعاء لوسي لمكتب بين يمين وبيسألها شوية اسئلة عن حياتها الشخصية فبيتقول له ان هي في الاساس من سكان المخابق وعرف كل حاجة عن النظام والقوانين وبتسأله ايه اللي حصل لسكان المخبأ رقم 4 لان اشكالهم غريبة جدا فبيقول لها ان هم كانوا من سكان السطح وتعرضوا لنسبة كبيرة من الاشعاع النووي فالموضوع ده اثر على اشكالهم وتسبب لهم في تفارات جينية غريبة فبتسأله لوسي هو ايه اللي حصل للمخبأ رقم 12 فبيتعصب الرئيس وبيقول لها انهم ما بيتكلموش في الموضوع ده من سنين وبيطلب منها تخرج برا مكتبه وفي نفس الوقت بتروح مساعدة الرئيس تسلم جهاز لماكسيموس والجهاز ده لازم كله سكان المخبأ يلبسوه وبعدها بتاخدوا على قطه اللي هيعيش فيها ولما بيدخل ماكسيموس للقوضة بينبهر بجمالها وبيكون سعيد جدا ان هو اخيرا هيعيش حياة محترمة وفي نفس الوقت بتكون قوات حفظ السلام وصلوا مع الغول عند رئيسهم سرال واللي بيتضح ان هو يعرف الغول من زمان وبيسأله سرال لو هو ما زهقش من العيشة الاكتر من 200 سنة فبيبصلوا الغول بسخرية وما بيردش عليه وبيسأله الغول هو عاوز منه ايه فسرال بيقول له ان العيادة الطبية اللي هو دمرها وسرق منها الامصال تبقى بتاعته وبيقول له ان هو جايبه هنا علشان يعقبه على افعاله لكن فجأة بيقوم الغول ممكانه وبيخلص على رجالة سرال وبيستغرب الغول لما بيشوف صورة ليمو متعلقة على الحيطة وبيتضح ان هو يعرفها من زمان لان هي اللي كشفت له سر خطير عن مراته وفي نفس الوقت بتروح لوسي تحضر طقوس غريبة سكان المغبأ بيعملوها يوميا وفي البداية بيبدأوا يشربوا دمه وبيرددوا اسم ليمو بصوت عالي وبيقولوا ان ليمو هي اللي هتخلصهم من معاناتهم وبيتضح هنا ان هم بيعبدوا ليمو فبسرعة بتروح لوسي تقول لي ماكسيموس عن اللي حصل وبتقولوا انهم لازم يمشوا فورا من المكان ده لكن ماكسيموس بيقول لها ان هو مش هيمشي لان هو سعيد جدا بوجوده هنا فبتسيبوا لوسي وبتنزل للمغبأ رقم 12 علشان تفهم اللي بيحصل بالزاب وبتشوف المغبأ ده عدد كبير من الكابسولات اللي بيكون موجود فيها بشر وكمان بتشوف اعضاء بشرية مجمدة ومن سوق الحظ ان بيدخل عليها ناس من سكان المغبأ اربعة وبيبضوا عليها وبيربطوها وبيفضل بين يمين والمساعدة بتاعته يوبخوا فلوسي ويلوموها لان هي خانتهم مع انهم استقبلوها في مغبأهم واكلوها وشربوها فبتقول لهم لوسي ان هي كشفتهم على حقيقتهم خلاص وعرفت انهم بيعملوا تجارب غريبة على البشر اللي موجودين في الكابسولات فبين يمين بيشغلها فيديو قديم لاصحاب المخابق وبيكونوا بيعملوا تجارب خطيرة على سكان السطح علشان يكونوا مقاومين للاشعاع لكن التجارب دي بتفشل وبيتحولوا الكائنات مشوهة وحوش وبعدها بنيمين بيقول لها ان البشر اللي هي شافتهم محتجزين في الكابسولات دول كانوا نتيجة التجارب الفشلة اللي اتعاملت وان هو بيحاول يسعيدهم علشان يرجعهم لطبعتهم فهنا لوسي بتتفاجئ جدا وبتعتذر له لان هي فهمته غلط وبعدها بنيمين بيسألها عن نوع التجارب اللي بتحصل في المغبأ بتاعها فبتستغرب لوسي من سؤاله وبتقوله ان ما فيش تجارب بتحصل اصلا لان اصحاب المخابق الناس محترمة وعندهم ضمير فبيقول لها بنيمين باستهزاء ان هي ما تعرفش حاجة وبيقبض عليها علشان يحاكمها لان هي قازت شخص من سكان المغبأ رقم 4 وبالصدفة بيشوفها ماكسيموس وهما بيرحلوها القاية المحاكمة علشان ينفزوا عليها الحكم فبيبدأ يحس ان في حاجة غلط بتحصل وبيجاهز نفسه علشان يروح ينقذها وفي نفس الوقت بنشوف الجندي وهو في طريقه لمعسكر الاخوية علشان يسلمهم رأس الدكتور لكن في نص الطريق بيتعب جدا لان رجله مصابة وما بيقدرش يكمل ماشي وبنرجع تاني للمغبأ اربعة وبنشوف ان هما نقلوا لوسي لغرفة المحاكمة علشان يحاكموها وبتتفاجئ لوسي ان الحكم هيكون هو اطلق صراحة لسطح الارض وكمان هيسلموها مؤن تكفيها لمدة شهر فبتتفاجئ لوسي من لطفتهم معاها وبتعتذر لهم ان هي قازت واحد من سكانهم بدون قصد وبتستأذنهم ان هما يسمحوا لماكسيموس يعيش معهم لان هو حابب جدا لعيشة وسطهم وبتأكد لهم ان هو شخص مسالم وعمره ما ازا حد ومن سوق الحظ ان ماكسيموس بيدخل عليهم في اللحظة دي وهو لابس درع الفارس وبيبدأ يكسر في المكان كله لانه افتكر انهم هيئزوا لوسي وطبعا بعد اللي حصل ده بين يمين بيطردهم هما الاتنين من المغبأ وبتعرف لوسي من ماكسيموس ان هو سرق نواة الطاقة بتاعت المغبأ اربعة علشان يقدر يشغل درع الفارس والنواة دي هي المسؤولة عن انتاج الطاقة بشكل مستمر للمغبأ فبتقول له لوسي ان اللي هو عمله ده غلط وخطير لان بالشكل ده طاقة المغبأ هتنتهي في خلال تلات ايام وساعتها المغبأ مش هيكون صالح للمعيشة وكل السكان هيضطروا ان هما يخرجوا من المغبأ ويعيشوا على السطح فبيحس ماكسيموس ان هو كان ايناني في تصرفه فبيشيل نواة الطاقة من الدرع بتاعه بيروح يسلمها للمغبأ اربعة وبتكون لوسي سعيدة باللي هو عمله وفي نفس الوقت بيوصل الجندي لعيادة واحد من قطاع الترق وبيطلب منه يعليج له رجله فالراجل بيقول له ان هو عاوز مقابل مادي فالجندي بيدي له نواة الطاقة اللي هو سرقها من درع الفارس فبينبهر الراجل لما بيشوفها وبياخد منه نواة الطاقة بسرعة وبعدها بيدي له دوا غريب بيخلي رجله ترجع سليمة زي الاول بالزابط وبعد ساعات طويلة من الماشي بيوصل ماكسيموس مع لوسي لمكان الجندي وبيطلبوا منه يسلمهم الرأس وفجأة بيلايه طيارات وصلت عندهم تبع جماعة الاخوية فالجندي بيخاف ان هو يتعاقب وبيدي الرأس لماكسيموس وبيهرب بسرعة وفي اللحظة دي بيقرر ماكسيموس يسلم رأس مزيفة للاخوية وبيدي رأس الدكتور الحقيقية لوسي وبيطلب منها تروح تحرر ابوها فبتسأله لوسي هو ليه بيعرض حياته للخطر علشانها فبيقول له ان الاخوية جماعة انانية ومش هيرضوا يساعدوها في استعادة ابوها ده غير ان هو معجب بيها وعاوز يساعدها وفي اليوم ده بيتم اصلاح المغبأ 32 وبتقرر بيتي ان هي تنقل ناس كتيرة من المغبأ 33 للمغبأ 32 ومن ضمنهم ابن عم لوسي وبيكون نورمان مش متطمن للي حصل ده فبيدخل لمكتب الرئيسة بيتي وبيفتح الكمبيوتر بتاعها وبيبعت رسالة الرئيسة المغبأ 31 وبيبدأ يتواصل معاه على اساس ان هو بيتي وبيقول له ان مهمتهم ما نكحدش ومحتاج ان هو يقابله فرئيس المغبأ 31 بيطلب منه يجيله فورا على المغبأ ولما بيوصل نورمان للمغبأ 31 بيلاقي روبوت شكله غريب بيستقبله والروبوت ده بيقول له ان هو يبقى رئيس المغبأ فبياخد نورمان جولة في المغبأ وبيتفاجئ لما بيشوف حاجة اسمها براعم البراعم ودي بتكون عبارة عن انابيب مزروع جواها اجنة اطفال تم تعديلهم مراسيا علشان يكونوا اقوى من البشر العاديين وبيتضح ان الانابيب دي موجودة من مئات السنين واصحاب المخابئ هما اللي صنعوها علشان يحافظوا على الجنس البشر من الانقراض وكمان علشان الاجنة دي لما يكبروا يبقوا خضعين ليهم وبعدها على طول بيوصل جنود من الاخوية وبياخدوا ماكسيموس لرئيسهم ولما الرئيس بيشوف الرأس اللي مع ماكسيموس بيعرف ان هي مزايفة فبيأمروا الجنود ان هما يخلصوا عليه لكن ماكسيموس بيفضل يترجع ان هو يديله فرصة تانية وبيقوله ان هو هيساعده علشان يوصل لمكان رأس الدكتور فبيوافق رئيسه ان هو يعفو عنه المرة دي وفي الاسناء دي بتوصل لوسي لمقر ليمو وبتتفاجئ لما بتشوف ليمو قاعدة بتتغدى مع ست شبه متحللة وبيكون واضح ان الست دي خضعت لتجارب خطيرة حولتها الوحش وبتسلم لوسي رأس الدكتور لليمو وبتطلب منها تفرج عن ابوها فبتقول لها ليمو ان هي هتفرج عنه لكنها لازم تعرف سر خطير الاول عن ابوها وبتفاجئها ان ابوها متولدش في المغبأ زي ما كانت فاكرة لكنه كان عايش بقاله اكتر من 200 سنة وبنرجع في الاشباك للماضي وبنشوف الغول هو بتجسس على امراته في مكان شغلها وبنعرف ان امراته شغالة في شركة اسماء فولتيك واعضاء الشركة دي هم اللي اقترحوا فكرة تأسيس الملاجئ وفي اليوم ده بيكونوا اعضاء شركة فولتيك عاملين اجتماع سوا وبيعلنوا في ان هم اخترعوا دواء بيطول عمر البشر وعدد معين من البشر هم بس اللي ما سمح لهم ياخدوا منه ومن ضمنهم اعضاء الشركة وبيقولوا في الاجتماع انهم لازم يتخلصوا من اغلبية البشر اللي موجودين على الصار علشان ينتجوا فئة جديدة من البشر يكونوا خضايا ليهم وبينصدم الغول لما بيسمع مراته هي بتقول ان الهدف الاساسي من انشاء المخابق دي هي اجراء تجارب على البشر علشان يحولوهم لبشر خارقين ويكونوا خضايا ليهم يعني مثلا المغبأ 32 و33 هيكون موجود في مجموعة من البشر اللي تم اختيارهم بعناية علشان يطوروهم ويساعدوهم على اعمار الحياة على سطح الارض من تاني بعد ما يضمروها وبعدها هيستنوا الاجنة اللي موجودين في المغبأ 31 لحد ما يكبرو علشان يجوزوهم لسكان المغبأ 33 و32 علشان ينتجوا لهم بشر خارقين وهم دول اللي هيعيدوا اعمار الارض بعد تدميرها وده معنا ان هدف منظمة فولتيك هو تقليص عدد البشر الاقصى حد علشان يحتكروا كل الموارد اللي على الارض والصدمة الحقيقية بالنسبة للغول لما بيعرف ان امراته هي اللي اقترحت فكرة ضرب القنبلة النووية على سطح الارض علشان يتخلصوا من 90% من السكان والمفاجأة هنا ان هانك والد لوسي كان من ضمن اعداء فولتيك ومشترك معهم في الجريمة اللي عملوها وبنرجع للحاضر وبنشوف لوسي وهي مصدومة من الكلام اللي ارفته عن ابوها وبتكون مش قادرة تصدق ان هو كان بالوحشية دي وبتعرف كمان ان ابوها عاقب امها وحولها الوحش لانها كشفت فساده وحاولت ان هي تهرب معليمه والمفاجأة ان ام لوسي هي الست اللي شبهه متحللة لقعدى معليمه على التربيزة فلوسي بتسأل ليمو هي محتاجة راس الدكتور في ايه فبتقول لها ان راس الدكتور مزروع فيها مادة اسمها الاندماج البارد والمادة دي عبارة عن طاقة نووية عالية جدا ولما تنتشر على الارض الحياة هترجع طبعية تاني وده لان منظمة فولتيك احتكر كل مصادر الطاقة اللي في العالم وفي اللحظة دي رجالة الاخوية بيوصلوا لمقر ليمو وبيحصل اشتباج بين الفريق اللي ان كل مجموعة منهم عاوزة تسرق مادة الاندماج البارد وبعد قتال طويل بيوصل ماكسيموس عند لوسي وبينقذها وكمان بيحرر ابوها فلوسي بتزعق له لان هو حرره وبتقول له على حقيقة ابوها وبتفهمه ان هو السبب في تدمير سطح الارض فطبعا بينصدم ماكسيموس من اللي بيسمعه وبيحاول يخلص على ابوها لكن هانك بيدربه ضربة قوية وبيخليه يفقد الوعي وفي اللحظة دي بيوصل الغول عند هانك وبيقفوا قدام بعض الاول مرة من متين سنة لكن الغريب ان الغول ما بيقتلوش وبيسيبوا يهرب فبتسألوا لوسي هو لما قتلوش فبيقولها الغول لان في ناس مزنبين كتير غيره وبيفهمها ان موت ابوها مش هيغير اللي حصل لان في ناس اكبر منه هما اللي متحكمين في العالم وبيقترح عليها ان هما يتعاونوا سوا وينتقموا من كل اللي تسبب في دمار الارض فبتوافق لوسي وبتمشي معاو لما بيفوق ماكسيموس من الاغماء بيلاقي ليه مشغلة الاندماج البارد والطاقة بدأت ترجع للارض من تاني وبيخلص المسلسل لو عجرك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبدعاطف ونشوفكم الملخص اللي جاي ويلا سلام